اهلا وسهلا فيكو اصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في اشارة جديدة طبعا اشارة اللي رح نحكي عنها اشارة خطيرة جدا يا احمد خطيرة جدا فسرت بعدة تفاسير اشارة فسرت في عدة تفاسير تمام وكان التفسير الاعمق لها اللي هي الرصد اشارة رصد تمام هذا كان التفسير الاعمق لها لكن 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 هل هي تعني الرصد هل تعني وجود رصد رح نشوفها مع بعض وراح نجاوب ونشوف ايش الوضع تبعها اهلا وسهلا فيكم مرة ثانية كنا في الاشارة التي تعني وجود رصد تمام اللي فسروها الروحانين تمام واستمروا في تفسيرها على انها وجود رصد تمام هي اشارة العين الحارسة تمام او ما يسميك بالعين الحارسة لكن ما يعني هو تسميات الاشارات كثير يا اخواني يعني مش وكل واحد بسمي على كيفه تمام يعني كل واحد بسولف ثلافة من عنده باعتبرها اشارة كويس الان بنحكي عن اشارة العين الحارسة نحكي عن اشارة العين الحارسة تمام نحكي عن اشارة العين الحارسة تمام هاي هي العين الحارسة دقيق نقرب عليها فسرت على اساس انها رصد واستمروا في تفسيرها على نفس النطاق هاي العين هاي البؤبو التباح تمام نشوفها مع بعض هاي هاي العين هاي البؤبو التباح العين الحارسة طيب على ايش موجودة هاي على ايش موجودة طيب هيك احسن هيك 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 بتبير احسن وبكل الاحوال هي مبينة يعني تمام على ايش موجودة على كرسي على كرسي تمام شو شامل مع الكرسي طبعا في حدا جاي هون اللاعب فيه لكن شو شامل مع الكرسي تمام شوفوا اندقين هذا طبعا مصمار الحفارة تمام هذا مصمار الحفارة يا اخوان عشان اللي يبارس حدا يجي يقول انه جرن لا هذا مش جرن هذا مصمار حفارة باقين مفكرينه ران فخازقين فيه من هون هاي تمام مصمار حفارة صغيرة هاي زي الدريل فكروا انه في ران فاجوا خزقوه لكن لو فكر بشكل منطقي في الاشارة لما لقى اشارة بزي هاي اتوقعش انه لقاها اصلا ولا شافها تمام لو فكر بشكل منطقي ما جابش الدريل وخازقها من هون تمام لانه على مستوى تفكيره انه اي شي محدب هو ران فاي شي محدب بده يخزقه ويخلص منه طيب لو اطلع بشكل منطقي اكثر للكرسي هذا اللي موجود هون هو شكله كرسي هو ممكن مش كرسي لكن شكله كرسي لو اطلع بشكل منطقي اكثر كان عرف وجود اشارة ثانية غير اشارة العين تمام غير الاشارة هاي اللي انتو شايفينها في اشارة ثانية مهمة اهم من اشارة العين تمام اللي فسروها على اساس انها رصد يعني لما تشوف هاي العين موجودة هون ولا موجودة صغيرة ولا موجودة كبيرة فهي رصد تمام دير بالك ترى المنطقة مرصودة تمام طب اللي حفر هون ليش ما ضربوا الرصد مثلا اللي اشتغل هون ماشي كان يشتغل بالليل هاي النار تبعتو ملعي النار هون اللي حفر هون ليش ما ضربوا الرصد مش معنى الرصد يضرب بس ناس معينين هذا الزلمة ما ضربوا رصد تمام الاشارة الثاني المهمة جدا اللي موجودة على الصخرة اللي هي اشارة المثلث هيا تمام شاء الله تكون واضحة أنا هاي جاي بشكل مبهم دقيقة شوف كيف تطلع معاي بالكاميرا هيا هيا على كل الاحوال بداية المثلث هاي من هون لحد هون هذا خط وهذا خط وهذا خط وهذا خط جزعة صرت تشوفوها احسن تمام هاي اهم اهم عندي من اشارة العين لان اشارة العين خلاص عبارة عن اشي مرصود او اشي عليه مصايد او الى اخر اللي فوق المثلث اهم تمام طيب شو بتعني هاي الاشارة وليش انحطت هون و الى اخر اجينا على مبدأ اجينا على مبدأ انه الكرسي اذا كان مقابل الكرسي وادي تمام وادي زي اللي احنا هسه نعتبر انه احنا من نقضع الكرسي تمام شو فيه قدامنا وادي طلعوا مطل عليش عالدنيا كلها تمام بيكون الشغل مش امامه بيكون الشغل خلفه تمام يعني راح يكون في عندي شغل خلف الكرسي مش امامه نركز فيها هاي لانا سألت كثير على المباشر فموضوع الكرسي وموضوع الامور هاي بغض النظر عليه عين ولا معلوهش عين كرسي اذا كان قدامه وادي بينزل نزول زي هيك نزول فهو كرسي مراقبة تمام اذا كان قدامه ارض منبسطة كاملة ارض منبسطة كاملة بيكون في قبر امام الكرسي وضحات بيكون في قبر امام الكرسي اذا اجت الارض منبسطة بشكل كامل حتى هاي ممكن انه يكون هنا في اشي لكن احنا عقاعدة بنحكي تمام ممكن انه يكون هنا اشي لانه منبسطة الارض في هذا المكان منبسطة طيب الشغل الشغل وين بده يكون يا حراني يعني اذا انت جدوا تلي كرسي وعليها الاشارة العين واشي مرتب وعلى كيف كيف وقلت لي انه قدامه وادي اذا الشغل خلفه طيب وين الشغل هنا السر اخوان هنا السر طيب دائما دائما اللي وضعوا الكراسي او وضعوا الكنبيات هاي تمام كانوا يجوا من الجهة شمال الكرسي شمال شمال يسار يسار الكرسي تمام ويكون بيتهم موجود لاحظوا هاي الكرسي هون يسار الكرسي هاي المدخل تمام يسار الكرسي يعني كان يطلع من البيت تبعه مجرد ما طلع من البيت تبعه راح وقعد على الكرسي واضحة يسار الكرسي ما بنشتغل يمين الكرسي يسار الكرسي في كل الاحوال تمام يعني خروجه من المكان طبعا داقة مصمار كمان هون هذا مش جرون لكن هو من الذكاء العميق من الذكاء العميق انه هذا حجر متحرك تمام وغاز غاز في الارض ففي باب هون للذكاء العميق راح داقها مصمار من فوق بدل ما يشير الصخرة ويدخل ويقول يا رب تمام راح داقها مصمار من فوق حتى هون داق مصمار شايفينه في صخرة محطوطة على السنسلة متحركة داق فيها مصمار قال لك بلك ها فتحت باقي ما يقضها ليلتي يضرب هون شمال ويمين تمام عرفنا هسا اشارة عليها اشارة مهمة تمام وعندي مدخل هاي المدخل طب شو بعرف انه هذا مدخل شو بعرفك يا حران انه هذا مدخل لاحظوا في الفيديوهات السابقة شو كنت احكي دق العدة مهم تمام هذا مقصوص قص الحجر هذا الحجر مقصوص قص طلعوا دق عدة هذا دق تكسير تمام هذا متحرك الحجر طيب ومدقوق دق عدة ومتحرك شو ظل نجوزه للروماني كمان صعبة؟ حتى تفكير المنطقي أساسيات طلعوا هين دق هذا كمان هون أساسيات يا أخوان ماشي نشتغل على الأساسيات نأخذ الأساسيات الأولانية خلص أخذت كرسي أخذت أساسيات الكرسي جملة وحدة جملة وحدة أمامه منحدر ماشي فالشغل وراه إذا ما كان إذا قدامه بسطة ففي قبر بس أساسيات وبعدها اشتغلنا على الفرع يعني الفرعيات اشتغلنا عليهم ما بعد إن أخذنا الأساسيات الأولانية بعدها اشتغلنا عرفنا الأساسيات الثانية إنه دائما يسار الكرسي هو المدخل يسار الكرسي هو المدخل صعبة المدخل عليه إشارة حية من هون واضح إشارة حية معها جرن تمام؟ إذن الشخص اللي كان يقعد على هذا الكرسي اندفن هون ليش نحطت الحية؟ الشخص اللي كان قاعد على الكرسي هذا اندفن هون تمام؟ وضحت السلافة يا أخوان والله ما هي صعبة والله ما هي صعبة وضعوا له إشارة عين ماشي؟ عشان يقولوا للعالم انتبه المكان مرصود انتبه المكان مرصود إشارة عين ما جبتها من عندي أنا تمام؟ انتبه المكان مرصود يا فلان بس تيجي بدك تشتغل على هذا الكرسي ما هنشي لأنا مش رح يشيله الكرسي انتبه المكان مرصود البيت تبعه مرصود تمام؟ وضعوا له إشارة المدفن المثلث صعبة؟ هاي شارة العين الحارسة الرصد زي ما بيحكوا هم زي ما بيسولفوا بيقولوا الرصد تمام؟ هاي مدخل ما بعرف انتو شايفينه مدخل لأنا شايفه مدخل بالنسبة لي أنا بالنسبة لي شايفه مدخل هاي مسكر من هون مسكر من هون ومسطوم زطم طعم دفحص على سيخ واحد وعلى سيخ واحد عشان اللي بدي يجي يقول لي انت استخدمت سيخ الفراغ وقصرته ومش عارف ايش لابد اشتغل عليه على سيخ المعدن فقط كليكم معنا خلينا نطل على السيخ تمام هذا سيخ المعدن يا اخوان تمام؟ لحاله انا كنت استخدم سيخ الفراغ ارجع الوراه ماشي عشان ادق بالنسبة لي لكن هاي سيخ المعدن تمام؟ هاي الموقع هاي المدخل بس بدي افحصه رايح جاي بس تمام؟ ما رح اكمل في فحص رح افحصه رايح جاي انه في معدن او ما في معدن تمام؟ الآن حركة بسيطة ماشي بس انتهى طلعوا وين اشر طلعوا اشر على المدخل على مكان المدخل اذا هيك جاي المغارة انا من حركة السيخ واحدة خلص بعرف لك كل قصة كاملة ماشي؟ كاملة كاملة بفهمها كاملة ان شاء الله بتصيروا بتصيروا خبراء وتفهموا هاي السواليف اللي احنا بنحكي فيها ترى سواليف مش صعبة يعني مش مش اشي صعب انك انت تفحص ولا اشي صعب انك انت تحل اشارة ولا اشي فيه صعب كله بس استخدم المنطق ومشي تمام رح ارجع كمان مرة افحص رجوع هسه ترى كيف اخذ اشارة دغري اخذ اشارة على طول تمام ثبت ثبت معاي تمام الشغل هون هون في المنطقة هاي اذا شغلي صحيح اذا اشارتي صحيحة اذا المدخلي صحيح تمام طيب ده اسكر على المعدن اشوف وينه بالضبط تمام يعني قلت بديش افحصها كاملة بس يالله ماليش ده اروح هسه باتجاه المعدن ايضا اطلعت فوق المدخل طلعوا المعدن ثبت معي تمام في المنطقة هاي طيب نيجي الان ثبت معي هي عشان وعري شوية هنجل بتوجعني تمام طيب حلوة الاشارة اسطنوا شوية خانشوه طلعوا كيف جايج جرون ثلاثة اربعة خمسة ستة جرون رئيسي مع توجيه محل مكان يحفر الباشا هون مع توجيه طلعوا كيف جايات ايك مع واحد توجيه لفوق ممكن له هناك للمنطقة هذيك والله اعلم خلينا اكمل فيهاي تمام الان ثبت معي الشغل الصحي بس بس كده المهم الشغل بسيط يعني ما مش مستاهل كل القصاص وجاب خبرة وجاب روحانيين وجاب مش عارف مين وانت كشخص عادي ما عندك معلومات كثير بتقدر تحله تمام بتقدر تحله مش هليش الصعب لكن والله العظيم حلو الاشارة كثير حلو الاشارة هتا العين اللي موجودة يعني صراحة هاي العين الصح يعني هاي العين المزبوط طبعا على زمن قديم بتكون اوضح من هيك لكن هايها واضحة يعني ان شاء الله انا واضحة للجميع هاي العين الحارسة الرصد عشان هيك مش قاربين ها كنون عشان هرصد ما شفت هون انا دقيقة بتعارف ايش هاي تشايفين هكيف جاية الشكل مش عارف اش هو مش نبين معي واضح نجيبه اكثر من المكاعن طبعا اللي حاثره هون يدوب مبليش مصخرة معه لانه مش هون الشغل يا صديقي الشغل هناك مش هون الشغل مصخرة معه مسكرة مسكرة حور لانه حتى 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 لجف هون ما في هاي هاي ها مش لجف صديقي هذا لجف خارجي واحنا دايما قلنا لجف خارجي تمام؟ يعني بدك تلجف لبرا جوزي وصلك للقصة هاي اللي هون لجف خارجي بقدرش اشتغل تحته غلط اشتغل تحته بعدين المي اذا كانت نازلة نزول من فوق واجت على الصخرة ودخلت ماشي معناته مش شغل مغارة ما في مغارة معناته ما في مدفن ليش لانه تدخل المي جوه المي ممنوع انها تدخل طيب نرجع لهذاك الموقع نشوف المي بتدخل ولا لا موقع العين لاشوف المي بتدخل ولا لا هاي الصخرة المي بتيجي هون عادي تمام؟ لكن هون ما بتدخل المي لاحظوا المي بتنزل بظلها نازلة من هون المي بتيجي هم حاطين صخر المي بتيجي بتظلها نازلة ما بصير عليها نزول لتحت حلو الحيل عليها تمام؟ قبروا هون صاحب الكرسي ها سلخوه وقبر هون هاي وسكروا عليه ومعطوا بصمة تحت وضحت اخوان كانت حلقتنا اليوم عن العين الحارسة الرصد زي ما بيحكوا الكرسي تفسيرات الكرسي مدخل اذا كان من الخلف واذا كان فيه قبر بكون قدام المدخل موجود الكرسي موجود الإشارة موجودة المثلث موجود كاملة متكاملة إشارة كاملة متكاملة تمام؟ وحلها كامل متكامل ما علي أي غبار نهائي هاي تفسير الإشارة هيك بتتفسر الإشارة تمام؟ مش كل واحد علي كيفه هيك بتتفسر الإشارة بشكل منطقي ومشكر الجميع على المتابعة وإن شاء الله فيه حلقات جديدة وفيه إشارات أقوى وأقوى وأقوى راح تشوفوها معنا على قناتك وقناة المغامرة إيهاب الحوراني تمام؟ لا تنسوا اللايكات ولمش تشترك في قناة اشترك في قناة فاعل للجرس ونشوفها الحلقات السابقة حلقات الجاية ومشكر الجميع على المتابعة أهضب صحرة فيكم أشترك في القناة